أهلاً بكم أبنائنا طلاب الصف التاسع الأساسي في درسنا اليوم لمادة الرياضيات الذي هو تمارين عن مبرهنة النسب الثلاث وعكسها معي أنا المدرسة غزل عبد النور إذن سيكون الدرس مبرهنة النسب الثلاث وعكسها تمارين سنبدأ مع نص مبرهنة النسب الثلاث دي ودي فتحة مستقيمان متقاطعان في النقطة A النقطتان B و M من المستقيم D مختلفتان عن النقطة A والنقطتان C و N من المستقيم D فتحة مختلفتان عن النقطة A أيضاً إذا كان المستقيمان B, C و M, N متوازعين كان طول A, M إلى طول A, B مساوياً طول A, N إلى طول A, C مساوياً طول M, N إلى طول B, C الحالات الثلاث لمبرهنة النسب الثلاث الأشكال الثلاثة الآتية تظهر ثلاث حالات لمبرهنة النسب الثلاث وفي كل منها المستقيمان المتوازيان B, C و M, N يقطعان المستقيمين D و D فتحة المتقاطعين في النقطة A إذن لدينا أبنائي المستقيمين D و D فتحة متقاطعين في النقطة A والمستقيمان B, C و M, N متوازيان ولدينا الأشكال الثلاثة التي تظهر مبرهنة حالات مبرهنة النسب الثلاث الجدول الآتي جدول تناسب يوضح ترتيب الأطوال المتناسبة لدينا أطوال أضلاع المثلث A, M, N وأطوال أضلاع المثلث A, B, C ولدينا توضيح لترتيب الأطوال المتناسبة عند استعمال المبرهنة نرتب الحروف وفق موضح في الجدول مع مراعاة أن النقاط التي تنتمي إلى مستقيم واحد تقع في عمود واحد إذن نراعي دوما أن النقاط التي تنتمي إلى مستقيم واحد تقع في عمود واحد طرح عكس مبرهنة النسب الثلاث في الأشكال الثلاثة الآتية نقول إن النقاط A, B, M متوضعة على المستقيم D بترتيب مماثل لترتيب توضع النقاط A, C, N على المستقيم D فتحة إذن إن النقاط A, B, M متوضعة على المستقيم D بترتيب مماثل لترتيب توضع النقاط A, C, N على المستقيم D فتحة أو نقول إن النقاط A, B, M على المستقيم D منسجمة بالترتيب مع النقاط A, C, N على المستقيم D فتحة النص D وD فتحة مستقيمان متقاطعان في النقطة A B وM نقطتان من المستقيم D مختلفتان عن النقطة A وأيضاً C وN نقطتان من المستقيم D فتحة مختلفتان عن النقطة A إذا كان لدينا طول AM إلى طول AB مساوياً طول AN إلى طول AC وكان ترتيب النقاط A, B, M على المستقيم D مماثلاً لترتيب النقاط A, C, N على المستقيم D فتحة كان المستقيمان B, C, M, N متوازيين حالة خاصة القطعة الواصلة بين منتصفين ضلعين في المثلث ABC لدينا M منتصف الضلع AB ولدينا M منتصف الضلع AC إن ترتيب النقاط A, B, M على المستقيم AB مماثل لترتيب النقاط A, C, N على المستقيم AC وأيضاً يكون لدينا طول AM إلى طول AB مساوياً طول AN إلى طول AC وكل منهما يساوي نصف فعملاً بعكس مبرهنة النثب الثلاث يكون المستقيمان M, N و B, C متوازيين وبهذا نجد أبنائي مبرهنة مستقيم المنتصفين وهي القطعة الواصلة بين منتصفين ضلعين في المثلث توازي الضلع الثالثة وتساوي نصف طولها إذن مبرهنة مستقيم المنتصفين القطعة الواصلة بين منتصفين الضلعين في مثلث توازي الضلع الثالثة وتساوي نصف طولها. اكتساب معارف، كيف نستدل على عدم توازي مستقيمين؟ لو كانت النسبتان AM إلى AB وAN إلى AC متساويتين، لكان المستقيم MN موازياً للمستقيم BC. تمرينات ومسائل في كل حالة آتية، هناك إجابة صحيحة واحدة من بين ثلاث إجابات مخترحة أشر إليها. أبنائي دوماً نؤكد على قراءة السؤال أكثر من مرة لتحديد المعطيات وفهم المطلوب. أولاً، لدينا المستقيمان NS وNT متقاطعة في النقطة A، وTS وNM مستقيمان متوازيان. نريد الآن حساب الطول AM، ولدينا ثلاث إجابات مخترحة. ستكون الإجابة أبنائي هي الإجابة الثانية. سنرى الحل أبنائي. لدينا NS وMT متقاطعان في النقطة A، ولدينا مستقيمان متوازيان، المستقيم TS يوازي المستقيم NM. حسب مبرهنة النسب الثلاث في المثلثين ANM وAST، يمكن كتابة أن طول AM إلى طول AT مساوياً إلى طول AN إلى طول AS مساوياً إلى طول MN إلى TS. لتعويض بالقيم المعطاة لدينا، ثم من التناسب نجد أن طول AM إلى 6 يساوي ثلاثة أسمان، ومنه فأن طول AM سيساوي ثلاثة مضروباً بستة ومقصوماً على العدد ثمانية، بعد إنجاز العملية سنجد أن الناتج هو 225 جزء من مئة. ثانياً، في الشكل المرافق المستقيمان UF وAEV متوازيان، نريد حساب الطول EV، ولدينا ثلاث إجابات مقترحة. حسب مبرهنة النسب الثلاث في المثلثين AUF وAEV، يمكن كتابة التناسب، ثم بالتعويض حسب الأطوال المعطاة لدينا، نأخذ من التناسب الجزء المتعلق بحساب الطول EV، فنجد أن الطول يساوي 12، وبالتالي ستكون الإجابة الصحيحة هي الإجابة الثالثة. ثالثاً، في المثلث ABC، E وF هما منتصفاء الضلعين AB وAC على التوالي، فالطول EF يساوي، نريد اختيار إجابة من بين الإجابات الثلاث الآتية. ستكون الإجابة الثانية، وذلك أبنائي لأنه في المثلث ABC، E وF هما منتصفاء الضلعين AB وAC على التوالي، وبهذا نجد مبرهنة مستقيم المنتصفين، القطعة المستقيمة الواصلة بين منتصفي ضلعين، في المثلث توازي الضلع الثالثة وتساوي نصف طولها، وبالتالي سيكون طول EF مساوياً إلى نصف طول BC، وطول BC لدينا مساوي 12، وبالتالي ستكون الإجابة 6. رابعاً، إذا ضربنا أطوال أضلع مثلث بالعدد الثلاثة، فإن قياسات زواياه هل تضرب بالعدد 9؟ أم تضرب بالعدد الثلاثة، أم أنها لا تتغير؟ إذن إذا ضربنا أطوال أضلع مثلث بالعدد الثلاثة، فإن قياسات زواياه، طبعاً أبنائي لا تتغير، ونحن نعلم أن مجموع قياسات زوايا، أي مثلث يساوي 180 درجة. الآن بفتحة وC فتحة نقطتان من نصفي المستقيم AB وAC. بي سي وبي فتحة سي فتحة متوازيان، ولدينا الأطوال بي سي بفتحة سي فتحة، وأيضاً لدينا مساحة المثلث ABC تساوي 9 سنتيمتر مربع. المطلوب حساب مساحة المثلث AB فتحة سي فتحة، إذن نريد حساب مساحة المثلث AB فتحة سي فتحة. في الحل لدينا المستقيمان بي سي وبي فتحة سي فتحة متوازيان، فأضلع المثلثين AB فتحة سي فتحة وأي بي سي متناسبة، فبحسب مبرهنة النسب الثلاث، المثلثين متشابهين، ويمكن إيجاد نسبة التشابه K من خلال طول بي سي إلى طول بي فتحة سي فتحة، وبالتالي سنجد بأنها ثلاثة أربع. الآن إيجاد مساحة المثلث، نقول بأن مساحة المثلث ABC إلى مساحة المثلث AB فتحة سي فتحة، تساوي مربع نسبة التشابه، ولدينا نسبة التشابه K تساوي ثلاثة أربع، فبالتعويض نجد التالي، ومنه ستكون مساحة المثلث AB فتحة سي فتحة، مساوية إلى 16 سنتيمتر مربع، وفكر حجم الأسطوانة A يساوي، لدينا ثلاث إجابات، نريد اختيار واحدة منها، ستكون الإجابة هي الإجابة الثالثة، وسنوضح ذلك، نرمز إلى حجم الأسطوانة A بالرمز VA، ونرمز إلى حجم الأسطوانة B بالرمز VB، نسبة التصغير كما هو موضح من الشكل أبنائي تساوي نصف، ونحن نعلم أن حجم الأسطوانة B إلى حجم الأسطوانة A سيساوي K مكعب، عند التعويض سنجد أنها مساوية إلى ثمن، ومنه يمكن استنتاج بأن حجم الأسطوانة A يساوي ثمانية أمثال حجم الأسطوانة B، ثالثاً ABCD شبه منحرف قاعدته AB وCD، وقطره متقاطعان في النقطة O. معلومًا لدينا الأطوال O A، O C، و AB و OB. نريد أولاً أن نسمي مثلثين تشملهما مبرهنة النسب الثلاث مع الشرح، ثانياً نريد حساب قيمة كل من الطولين OD وCD. إذن أولاً سمي مثلثين تشملهما مبرهنة النسب الثلاث مع الشرح، نحن نعلم أن قاعدتها شبه المنحرف هما قطعتان متوازيتان، أي أن AB يوازي DC. فالمثلثان O A B و O C D تشملهما مبرهنة النسب الثلاث بهذا الترتيب للحروف. ثانياً احسب قيمة كل من الطولين OD وCD. حسب مبرهنة النسب الثلاث في المثلاثين O A B و O C D، يمكن كتابة أن طول OD إلى طول OB سيساوي طول OC إلى طول OA وهو سيكون مساوياً إلى طول CD إلى طول AB. وبالتعويض بالقيم المعطاة نجد أمامنا العلاقة الآتية. من التناسب يمكن حساب طول OD ونجد أنه يساوي 10 إلى 3 سنتيمتر. وأيضاً يمكن حساب الطول CD من التناسب ونجد أنه يساوي 20 إلى 3 سنتيمتر. رابعاً المستقيمان ED وBC متقاطعان في النقطة O. ونعلم الأطوال OA وOD OC و OB. أثبت أن المستقيمين AB وCD غير متوازيين. أبناء توازي المستقيمين AB وCD يتطلب حسب عكس مبرهنة النسب الثلاث تساوي النسبتين OA وOD وأيضاً OB إلى OC. إذن حسب عكس مبرهنة النسب الثلاث تساوي النسبتين OA إلى OD وأيضاً OB إلى OC يعطي توازي المستقيمين. حسب الأطوال المطاط يجب أن تتساوي لدينا النسبتين ثلاثة أجساء واثنين وأربع أجزاء من عشرة إلى سبعة. لكن نجد أن 2 وأربعة أجزاء من عشرة مضروبة والتسعة تساوي واحد وعشرين وستة أجزاء من عشرة. بينما ثلاثة مضروبة بسبعة ستساوي إلى واحد وعشرين. وبالتالي نلاحظ عدم التساوي النسبتين OA إلى OD لا تساوي النسبة OB إلى OC فالمستقيمان AB وCD غير متوازعين. خامساً المستقيم GI وBC متقاطعان في النقطة A والمستقيمان GC وIB متوازعين. أثبت أن قياس الزاوية CGB يساوي قياس الزاوية CBG. لدينا طول CB يساوي طول القطعة AB مطروحاً منها طول القطعة AC. وبالتالي سنجد بعض التعويض بأنها تساوي 2 و1 جزء من عشرة سنتيمتر. وبحسب مبرهنة النسب الثلاث يمكن كتابة أن طول CJ إلى BI تساوي AC إلى طول AB. عند التعويض يمكن الحصول على طول CJ ونجد أنه مساوي إلى 2 و1 جزء من عشرة سنتيمتر. نستنتج من العلاقتين 1 و2 أن طول CB يساوي طول CJ أي أن المثلث CBG متساوي الساقين في C. فزاوية T قاعدته متساويتان ومنه فإن قياس الزاوية CGB يساوي قياس الزاوية CBG. نتمنى أنكم قد قدمنا الأفضل لكم أبنائي وإلى اللقاء في درس جديد. ترجمة نانسي قنقر